السلام عليكم متابعي دراما سبورت بالأساس نحن رافعين قضية على كوريا الشمالية بمحكمة الكاس والأمور رايحة باتجاه عقوبات لكوريا الشمالية ومن هذا الكلام وشو قصت انسحاب منتخب كوريا الشمالية أو عقوبة منتخب كوريا الشمالية والحديث المتداول حاليا على وسائل التواصل الاجتماعي واللي عم بيتبنى اتحاد القدم سواء كرئيس اتحاد كورة قدم أو مدير مكتب اعلامي فبالتالي لو ما حكى عن الموضوع رئيس الاتحاد أو مدير المكتب العلامي يكيد ماكد راح تطرق لهذا الموضوع لان بظن قبل 15 يوم قبل اسبوعين حكينا عن هذا الموضوع تحديدا على كل حال قبل ما نخوض بالتفاصيل ونحكي عن المستجدات الجديدة فيما يخص موضوع عقوبة كوريا الشمالية أو انسحاب كوريا الشمالية بتمنى اذا عجبك الفيديو تعمل اشتراك بالقناة تتفعل زر الجرس ولا تبقى علينا باللايك يلا عالتفاصيل شوف يا صديقي العزيز بعد ما شفت انه في حملة حتى ألمانية وجمع تواقيع لحتى تنعاد مباراة ألمانيا وإسبانيا نتيجة الظلم التحكيمي وانه في اكتر من 350 ألف ألماني موقع على هاي العريضة لإعادة المباراة صرت ما بيستغرب أي شيء يعني طبعا المباراة ما رح تنعاد بين ألمانيا وإسبانيا ببطولة اليورو وأسبانيا بكرة رح تواجه فرنسا وكأنه شيئا لم يكن لكن صار فيه مثل ابر بنج أو طريقة نوعا ما لحتى المشجع يفوت بمكان الراحة أو يعيش بوهم أو يعيش بنوع من التمني أو الأمنيات أنه ممكن يصير شيء تصير معجزة تصير شغلة غير معقولة ويرجع للمنتخب الألماني فكتير ناس كتير غالبية مشجعين من هذا النوع ولما بتحكي عن دولة مثل ألمانيا دولة كرة قدم وفيه 350 ألف موقعين على هذا الموضوع فبالتالي لا تستغرب تلاقي هذا الشيء بسوريا ولا تستغرب تلاقي بأن الناس دايما عم تحكي لي بأنك أنت شخص متشائم شخص بتحكي بطريقة نوعا ما ما فيها نوع من الأمل نوع من أنه يا جماعة خلونا نعيش على هذا الأمل لأن بطبيعتي كشخص ما بحب بيع الأوهام ما بحب أعطي مجال للوهم على الأقل إذا كان في خمسة آلاف شخص عم بتابعني من هالخمسة آلاف إذا كسبنا أربعة آلاف ناس ما بتعيش بهذا الوهم مثلي أفضل من أنه عيش كل هالناس معي بالوهم وآخر شي يتعرضوا للصدمة لأن الصدمة بتكون أكبر من الوهم بحد ذاته فبالتالي هذا الموضوع موضوع عقوبة كوريا الشمالية وانسحاب كوريا الشمالية الغير يعني غير منطقي خلونا نحكيها بالبداية انسحاب هذا غير منطقي لكن كعقوبة خلونا كمان بدنا نحكي عنها بس هاي المواضيع بالذات عم تتكرر يعني بال2018 حتى تكرر موضوع إعادة مباراة منتخب سوريا وإستراليا فدائما الناس بتعيش بهذا الوهم بتعيش بهذا الرغبة بهذا الأمل موضوع انسحاب منتخب كوريا الشمالية بعد القرعة لازم خلص يعني تفهم بشكل أوتوماتيكي أنه موضوع الانسحاب التغى ليش؟ لأن كوريا الشمالية مستحيل تنسحب من مجموعة على مقاس منتخب كوريا الشمالي يعني أنت تحكي عن إيران ومنتخبات قطر والإمارات وهالمنتخبات أساسا عندها علاقات جيدة مع المنتخب الكوري الشمالي أو ما فينا نقول علاقات جيدة لكن علاقات على الأقل طبيعية مع كوريا الشمالية فبالتالي أنت المنتخب الكوري الشمالي ما راح يواجه المنتخب الكوري الجنوبي بنفس المجموعة أو اليابان لحتى نقول بان القرعة ممكن تعطينا ولو امل واحد بالمية ان منتخب كوريا الشمالية ينسحب اطلاقا المجموعات على مقاس منتخب كوريا الشمالية المنتخبات اللي راح تلعب مع كوريا الشمالية على مقاسها تحديدا فبالتالي يا جماعة ليش بدي بيعك وهم نعم انا لما حكى وطرح الاستاذ مازن الريس الموضوع قلت يعني عادي انك تحاول تحاول قدر الامكان تشتغل بهذا الموضوع لكن الموضوع الصعب ليش صعب ليش صعب لانك انت بالاساس ما كان لازم تلعب مباراة كوريا الشمالية بالاساس ما كان لازم تواجه منتخب كوريا الشمالية بلاوس كان لازم ترفع القضية وترفع الاحتجاج وتناقش الاتحاد الاسوي على موضوع عدم لعب منتخب كوريا الشمالية مع اليابان لكن لما انت لعبته راح تخسرت يعني انت بدك ترجع تعيد المباراة وتكون مكان كوريا الشمالية باي منطق يعني حكولي هلأ المنطق اللي الناس عم بتروجله وعم تحكيله يعني شو هو المنطق اللي رح تكون مكان كوريا الشمالية ليش منتخب كوريا الشمالية بده يتعاقب ما انت رح تلعبت مع كوريا الشمالية رح تلعبت المباراة ففهمونا يا جماعة احنا الناس اللي ما منفهم فهمونا كيف بدك تعاقب منتخب كوريا الشمالية وانت لعبت بكوريا الشمالية بلاوس يعني امام كوريا الشمالية لعبت ورح تخسرت لو انت بتعادل او ربحان اكيد ما كنت راح تحكي عن عقوبة لكوريا الشمالية لكن بالمقابل انت رايح الى ما قلنا يعني تجربة انه من روح على المحاكم ومن روح هاي الامور منطقية جدا انك تطالب يعني بنوع من العدالة لكن هاي العدالة بصراحة ناقصة هاي العدالة فيها نوع من ابر البنج وبتعرفوا اتحاداتنا بيشتغلوا على هذا الموضوع شافوا الجمهور متحمس لموضوع العودة للمجموعات وشافوا وسائل التواصل الاجتماعي عم تحكي وعم بتجيب لايكات وعم بتجيب تفاعل بهذا الموضوع فخلونا نكمل بهذا الموضوع ونعطي ابر البنج حول هذا الموضوع وننسي الناس منتخبنا خرج منتخبنا كان سيء منتخبنا مانعت بشكل جيد الرياضة السورية بشكل عام سيء فقوعة انت كشخص بالغ واعي راشد تفوت بهذه المواضيع قوعة تسألة حتى عن هذا السؤال لما بشوف التعليق انه فيه ناس عم تكتب لي شو قصة صفحة حكت فلان حكى رئيس الاتحاد حكى يا عمي ما انا حكي قبل 15 يوم عن الموضوع من صعب جدا يكاد يكون مستحيل خصوصا بعد القرعة القرعة اللي صارت يا جماعة يعني على مقاس كوريا الشمالية لو اختارت المنتخبات بهذه الطريقة ما رح تختارها بهذا الشكل ما رح تختارها بهذا الشكل اللي ما بيخليها تنسحب وما بيخليها اساسا تفكر بالانسحاب موضوع العقوبة كمان ما فيها اسس صحيحة انك تعاقب كوريا الشمالية يعني ما فيها اسس انت كاتحاد الخطأ راكبك من ساسك لراسك يعني من البديهيات اللي كنا عم نحكيها انه يا جماعة لا تروح لمباراة كوريا الشمالية انا خايف من كوريا الشمالية مو خوفا من كوريا بس يعني خلص ممكن يصير اي شي ببهاي المباراة حديدا ليش بدك تلعبها ناقش الاتحاد الاساوي حول هذا الموضوع اساسا بوقت اعتبروها انتصار انتصار وصفحات كانت عم بتروج لهذا الموضوع انه انتصر الاتحاد السوري لكرة القدم بان اجبر المنتخب الكوريا الشمالي على لعب المباراة بلاوس وما لعبها بكوريا الشمالية لا يا حبيبي ما كان انتصار ما كان انتصار كانت تكوية تكوية حتى بث مباشر لما كانوا واعدين الاتحاد السوري لكرة القدم انه يكون في نقل مباشر للمباراة بعد خمس دقايق منعوه يا جماعة انتوا عم تحكولنا بشي يعني وحتى بالتعليقات وفي ناس عم تشتغل بهذا الموضوع لحتى تعطيكم ابر بنج لا تسمع هذا الكلام الكلام واضح وصريح كيف بده تنسحب كوري الشمالية ليش بده تنسحب متأهلة وعم تلعب معك ولعبت مع اليابان بالزهاب وراحت على اليابان ولعبت مع ميانمار زهاب وقياب ليش بده تنسحب ليش بدك تعيش بهذا الوهم فكر بالتصفيات الاسوية فكر بالمدرب الجديد فكروا بالمدرب الجديد مين المدرب ليش ما عم بتعينوا مدرب وين المدرب فكروا باللجنة الفنية اللي رح تختار المدرب فكروا بمدير المنتخب هاي الامور اللي بصراحة انا بتهمني ما بيهمني اذا موضوع محكمة اساسا الموضوع قرارات المحكمة مش هتكون بالصورة ما بيطلع بشهر ولا شهرين ولا ثلاث شهور ولا اربع شهور يعني منتخب كوريا الشمالية رح تخلص التصفيات وما رح يطلع قرار من المحكمة ان شاء الله نفكر بمحكمة الكاس المحكمة الفصل بين النتائج وهي الامور بتنحل بيوم او يومين او بشهر بشهرين هاي المحاكم بتطول معك سنة ممكن بعدها يعطوك تعويض هذا اكتر شي ممكن تاخده اذا كانت المحاميين رائعين وكانت القضية محقة يعطوك تعويض مصاري لا اكتر ولا اقل بس انه المحكمة ما رح تطلع بقرار بالاشهور القادمة المنتخب الكوري الشمالي ضابع كالاتحاد الاسيوي منتخب كوريا الشمالية عمل العمايب بالاتحاد الاسيوي منتخب كوريا الشمالية صراحة يعني انا ما برشو الاسباب بس يا اخي الجماعة اقوياء اقوياء يعني عم بيديروا الاتحاد الاسيوي على رجل وحده بفوتوا ببطولة بينسحبوا ببطولة ولا عقوبات ولا شيء لا من الفيفا ولا من الاتحاد الآسوي جماعة أقوياء كدبلوماسيين وكتحركات أقوياء أقنعوا الاتحاد السوري يلعبوا المباراة بلاوس علماً المنطق كان عم بيقول إنك ما تلعب المباراة إن كوريا الشمالية تطلع من التصفيات بعد انسحابه من مباراة اليابان من دون أي سبب مبرر إلا إذا كان السبب بالنسبة للاتحاد الآسوي كان مبرر لكن هو السبب ما كان مبرر وبالتالي حطوها بلاوس وأقنعوا فيها الاتحاد السوري لكرة القدم فموضوع العيش بالوهم والعيش بالتمنيات لا في أمور أهم صارت أنت أساساً بشكل أو بآخر ما فيك تعمل أي شيء بالتصفيات القادمة بالدور النهاي اشتغل حالياً جيب مدربين اشتغلوا اجتمعوا جيبوا ناس بتفهم بكرة القدم حسنوا من المنتخبات أنت عندك منتخب أولمبي بلا مدرب منتخب رجال بلا مدرب منتخب ناشئين عم بيتحضر بالهيلمة منتخب شباب شفتوا منتخب الشباب أكتر من هيك شو حابب تشوف من مصائب الدور السوري الموسم الماضي شو شفت منه فبدك تعيش بأوهام وتعيش بآمال أكيد ما تعيش عندي بصراحة بحكيها لا تعيش عندي أنا ما رح بيعك وهم رح أعطيك الكلام اللي اللي لازم دائماً أحكيه الشي اللي أنا مقتنع فيه بالأساس ما كان لازم تلعب مع كورة الشمالية فلا تطرحوا هيك مواضيع ونقاش هيك مواضيع وتخلوا الاتحاد يستثمر بها المواضيع الاتحاد السوري لكورة القدم صار آخر فترة ما عم يحكي لنا غير عن المحكمة وعن القضية وأبرت بنج وممكن ولو حاكين لجماعة تايلند نحن ممكن ما نشارك ببطولة كأس تايلند لأن ممكن نرجع يا عمي رحمونا على كل حال بتمنى يعجوكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير والسلامة